تتواصل حملة خادم الحرامين الشريفين لغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بتنظيمها الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود في جميع مناطق المملكة وتجاوزت التبرعات النقدية أكثر من 224 مليون ريال وخصصت لهذه الحملة حسابات بنكية يمكن إيداع مبالغ التبرعات بها بهدف تيسير عملية التبرع على المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة في البنكين الأهلي والسعود الفرنسي ومصرف الراجحي كما هو ظاهر على الشاشة للحديث عن هذا الموضوع ينضب معنا في الاستوديو الأستاذ ماهر الحضراوي المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهلا بك أستاذ ماهر معنا بداية انطلاق هذه الحملة حملة خادم الحرامين الشريفين لغاثة الشعب السوري الشقيق هي رسالة للجميع بضرورة التحرك لإنقاذ الشعب السوري يعني ماهي الأهداف والرسائل الأخرى التي تركز عليها الحملة حياكم الله أخي الكريم وحيا الله المشاهدين والمشاهدات الكرام الحقيقة أن أمر خادم الحرامين الشريفين لإطلاق هذه الحملة لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا نعلم أن أزمة سوريا امتدت لأكثر من خمس سنوات وفي امتداد هذه الأزمات الإنسانية يكون حجم التفاعل مع القضية الإنسانية وحجم تلبية الاحتياجات الإنسانية يقل مع امتداد هذه الأزمة وجاء أمر خادم الحرامين الشريفين هو لزيادة الدعم لهذه القضية الإنسانية هناك أعمال قدمت في السابق من حملة الحملة السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومركز الملك سلمان للداخل السوري ولكن كانت هذه الحملة هي استكمالا لمسيرة العمل الإنساني استمرارا لدعم هذه القضية الإنسانية للشعب السوري الشقيق تهدف الحملة إلى تقديم مساعدات عاجلة في حلب والنازحين الذين خرجوا من حلب سوف تشمل تقديم الإيواء وتقديم المساعدات الغذائية وكذلك تقديم العناية الطبية هناك الآن برامج تدرس لتنفذ على الأرض وقع مركز الملك سلمان يوم أمس برنامج لتقديم السلالة الغذائية ولتوفير الخبز لمليون وثمامية شخص داخل سوريا بالتالي هذا العمل مستمر هذه فرصة وقناة مفتوحة للتبرع من جميع الأخوة والأخوات المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين وجميع من يرغب في المساهمة في هذه الحملة أتاح قادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع القنوات لكي تصل المساعدات إلى مستحقين نعم سيد مهر كيف تقيمون الحملة في يومها الثالث وحجم التفاعل معه والله أنا أعتقد أن التفاعل تفاعل جيد سواء كان في حجم التبرعات كذلك التفاعل الوطني والمتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام هناك يعني دعم كبير لهذه الحملة فيما يتعلق بالأرقام التي وصلت إليها الحملة في الحسابات البنكية أنا أعتقد أن شعب المملكة العربية السعودية قادر على أن يقدم أكثر هذا الشعب المعطاء تعود أن يقوم بتقديم المساعدات لكل محتاج وبالتالي ما تحقق جيد ولكن تطلع بإذن الله إلى المزيد وسوف يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة في استقبال التبرعات حتى بعد انتهاء مدة الحملة الثلاثة أيام من يرغب أن يتواصل مع المركز لتقديم هذه المساعدات فجميع القنوات مفتوحة ما هي الجهود التي تبذلونها لإيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها وهل ستوزع في المناطق في الداخل فقط أم كذلك على المخيمات للنازحين نعم أنا مثل ما ذكرت في البداية هناك برامج قائمة حاليا للمخيمات واللاجئين في المخيمات والبرامج التي تستهدف الحملة القيام بها أولا هو نازحين حلب سوف يكون هناك برامج عاجلة لتقديم المساعدة لهم وبصفة عامة سوف يكون هناك إطار عام تقدم له المساعدات للأخوان في سوريا سواء كان داخل المخيمات أو في الداخل السوري ولكن المرحلة الأولى سوف تكون لإغاثة نازحي حلب ما هي الألية التي تقومون فيها بتحويل المبالغ إلى مساعدات لهم وإيصالها لهم نعم المركز الملك سلمان يعتمد على العمل من خلال شركاء دوليين أو منظمات المجتمع المدني في الداخل السوري في أي مشروع يتم البحث عن أفضل الشركاء القادرين على التنفيذ من خلال دراسة الواقع هناك فريق للاستجابة السريعة سوف يكون إن شاء الله خلال الثمانية وربعين ساعة القادمة موجود على أرض الميدان من قبل المركز الملك سلمان والجهات الأخرى هذا الفريق سوف يقوم بتقدير أو مراجعة تقديرات الاحتياجات المتوفرة لدينا وسوف تنطلق البرامج إن شاء الله في فترة قصيرة جدا وتصل هذه المساعدات إلى مستحقيها عملية تنفيذ الشركاء للأعمال سوف يكون هناك متابعة ومراقبة وصرف المبالغ على دفعات مرتبطة بالإنجاز يعني يجز المشروع إلى عدة مراحل وكل مرحلة إذا أنجزت يتم صرف الدفعة الثانية للمرحلة التي تليها الحملة تستمر أنت ذكرت بأنها بعد الثلاثة أيام من يريد نعم القنوات البنكية مفتوحة لودة معينة أو لا؟ لا مفتوح يعني المجال مفتوح هذه الحسابات البنكية هي مخصصة لدعم الأشقاء في سوريا وبالتالي من رغب في تقديم المساعدات فهذه القنوات لا تزال مفتوحة لإستقبال التبرو طيب أنا أشكرك جزيلا شكر كنت معنا في الستوديو ماهير الحضراوي المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان الإغاثة والعمال الإنسانية أشكرك جزيلا شكر شكرا لكم اشتركوا في القناة